بيقولوا كده انه اغلى حاجة عند الشخص الفقير او المعوز يعني او متوسط الحال يعني فلوسه واغلى حاجة عند الغني وقته فكر فيها تاني كده هتلاقي انه لو حد ظروفه على قده فلوسه على قده امكانياته محدودة وقدم من فلوسه ادى تبرع مثلا من فلوسه يبقى التبرع ده غالي قوي وبحسابات العقل كده التبرع ده لو واحد قدم مثلا آلاف من الجنيهات لكنها فائد عنده في الفلوس التبرع ده عشان كده نقول عليه تبرع غالي الغني بقى اللي عنده فلوس كتير اسهل حاجة يعملها بيتبرع بفلوس وطبيعي جد وده جزء على فكرة من الاستقامة او استقامة الفطرة الانسانية كده انك تبقى قادر تخصص جزء من مالك ايا كان بقى بحسب قدرتك لخدمة ناس تانين والخير ناس تانين ودي حاجة كل الاديان بتحث عليها وبالفطرة كده بس اللي يقوله كده المقتدر اكتر لو انت عايز بقى تقدم حاجة غالية يقدم وقت فعلشان كده طورت فكرة التبرع ما بقتش بس التبرع بالفلوس بقت كمان التبرع بالوقت فبقينا نشوف ناس من المتحققين جدا ومن المقدمين من النجحين جدا ومن الاغنياء جدا زي ما بيتبرع بفلوس بيتبرع بوقت خبرة ويسلم لاجيال تانية ينزل هو ويعمل الخير بنفسه وتطورت فكرة التبرع من كونها مجرد حاجة كده بنعملها بيئما بنعملها باخلاص حقيقي تقربا لله او باخلاص حقيقي حبا في بلدنا وبقت نظرية عالمية ويقول لك كده انه السلامة النفسية مرتبطة طول الوقت بقدرتك انك تتبرع سواء بوقتك او بفلوسك وانك تطوع تعمل عمل مجاني والتطوع دايما بيبقى مرتبط بخبرتك فانا لو شاطر في كذا اطوع بشوية من وقتي علشان اعلم ناس تانين النهاردة كمان يعني يمكن احنا بنودع واحدة من النماذج الانسانية الكبيرة جدا اللي حطت مقياس حقيقي لفكرة انه تبرع يكون غادي ويكون من العزيز عليك ومن اعوازك يعني واعتبرت هذه الايقونة اللي بنودعها النهاردة هي ايقونة للتبرع من الاحتياجات ومن الاعواز السيدة الجميلة اللي النهاردة بنودعها وتوفيها تفجر اليوم الحجة فهيمة علي السيد بتعتبر الحجة فهيمة اكبر معمرة بالشرقية وتوفت عن عمر يناهز 109 سنة حجة فهيمة بقى اللي فاكر هي اللي علمتنا درس كبير جدا من بضعة سنوات من بداية الاطلاق صندوق تحيا مصر لما تبرعت لو فاكريني الست اللي علعت حلقها الدهب وقالت انا هتدمه لتحيا مصر فاكريني اللقاء بتاعها مع سيدة الرئيس اللي حين شايفينه قدامنا ده دي صور للقاء الحجة فهيمة مع سيدة الرئيس وقت ما اتبرعت بالحلق بعض الناس قالت ايه يا جماعة انتم مكبرين الموضوع بس الحقيقة هي اتبرعت بتلاتين الف جنيه لصالح تحيا مصر وليه اعتبرتها مصر تبرع غالي؟ زي ما بقول لحضراتكو كده لأنها ست بسيطة بتقدم ماذا الحقيقي لأم المصري اتكرمت بالمناسبة لحاجة فهيمة كأم مثالية في مركز المنارة ودي لقطات من تكرمها وكان تكرمها في سنة 2019 هي قدمت التبرع بتاعها في 2016 وتكرمت في 2019 تاني قيمة التبرع بتاع الحاجة فهيمة بحسابات الفلوس يمكن يكون ما يجيش ولا حاجة جنب ملايين تم التبرع بيها بعد كده لمصر وحبا في مصر لكن ليه تبرع الحاجة فهيمة غالي؟ لأنه من الأعواز ومن الضيقة ومن الاحتياج على كل حال بنودعها نهاردة وبنقول أنه وصلنا الدرس وفاهمين الدرس وقدرين نشوف كمان نماذج كتير في بلدنا الفترة اللي فاتت بتقدم نماذج حقيقية للتبرع والتطوع بالمناسبة السنة دي عام المجتمع المدني فتوقعوا أشكال كتيرة جدا من التحرك في الحتة دي وتوقعوا كمان احنا محتاجين مش بس نتوقع لكن ندور أنه احنا كمصريين نبتدي نتعلم ثقافة التطوع احنا عندنا ثقافة التبرع كلنا مسيحيين ومسلمين نفهم دي ونشوفها صدقة ونشوفها تقرب لله ونشوفها تفاصيل كتير لكن التطوع مش ثقافة معروفة قوي عندنا فثقافة أننا نقدم وقته مجهود أعتقد وأتمنى أنه سنة 2022 عام المجتمع المدني يبقى كمان تغيير ثقافتنا في مسألة التطوع